اشتركوا في القناة بداية أدى أمس السيد عبد المجيدة تبون رئيسه الجمهورية القائد والأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية رفقة رئيس أركاني الجيش الوطني الشعبي السيد الفريق السعيد شانغريحة أدى زيارة اطمئنان على صحة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد إبراهيم غالية حيث يستكمل العلاج جراء إصابته بكوفيد 19 وذلك بالمستشفى المركزية للجيش الدكتور محمد صغير نقاش بعين النعجة بالعاصمة الجزائر السيد الرئيس وهو يطمئن على الحالة الصحية لأخيه الرئيس الصحراوية أشهد بالموقف المشرف لرئيس إبراهيم غالية بعد قراره الامتثال للعدالة الإسفنية معتبرا ذلك تأكيدا على أن الجمهورية الصحراوية هي جمهورية قانون ولا تخرج على القانون ومن جهته عبر الرئيس غالي للسيد رئيسي الجمهورية عن ارتياحه للتكفل الصحي الأمثل الذي حظي به بتواجده في الجزائر السيد الرئيس وشراءكم مرحبا وشراءكم الخدمة لا تنكس حمد لله الحب مرحبا 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 كبير ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2 مايو 2021 وقع وزراء الداخلية المالية الفلاحة والسكن نصا ذات طابع تنفيدي يهدف إلى تسوية جميع الأرضيات العقارية والتي سمحت بإنجاز برامج السكنية والتزهيزات عمومية العملية تهدف لطمأنة مئات الألاف من المواطنين بالحصول على عقود ملكية سكناتهم ووضع حد لهذه الوضعية التي دامت لأزجد من 20 سنة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية في ختام الاجتماع أكد الوزر الأول السيد عباسي جراد على جملة من التوصيات تخص عددا من القطاعات هي كالتالي بالنسبة لقطاع الرقمنة الوصول إلى أرضية تجمع معطيات كل المتعاملين تربويا تقرر توفير كل الإمكانيات والوسائل الصحية والأمنية اللازمة لإجراء امتحانات نهاية السنة في أحسن الظروف إطلاق حملة واسعة للتكفل بالصيانة والنظافة فيما تعلق بجامع الجزائر في انتظار تفعيل هيئة تسيير هذا الصرح الديني صحياً إنعاش والتوسيل لشروط حسنة مع ضرورة التقييد التام دوماً باحترام إجراءات الوقاية والسلامة ضد كوفيد-19 ودمن قرارات اجتماع الحكومة لنهار اليوم قرر رئيس الجمهورية فتح خط جوي أسبوعي تجاه كل من فرنكفورت في ألمانيا وروما في إيطاليا تم سهرة أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال بالعاصمة الجزائر تم الإعلان عن الفائزين في الطبعة الثامن عشر لجائزة التصدير تفاصيل أوفى مع شهر زادين نون ست مؤسسات جزائرية في ست أصنف خارج المحروقات وصلت بالمنتوج الجزائري إلى ما وراء البحر فاستحقت التتويجة ضمن فعاليات الطبعة الثامنة عشر لجائزة التصدير والجائزة الأولى كانت من نصيب مؤسسة ساتيغيكس عن جدارة واستحقاق عشنا هذا الفخر في الصالونات والفعاليات الدولية وين رحنا لأس بيغاس لأمريكا رحنا للصين رحنا للإمارات العربية رحنا للأوروبا يعني مع أكبر المنافسين الأجنبيين سقصاونا وقالونا أسكو صح هذا الصناعة وهذا المستوى من الصناعة موجود في الجزائر وكنا نجاوب بكل اعتزاز وفخر بل لهذه صناعة جزائرية مياه بالمياه وهذا المستوى من الصناعة موجود في الجزائر أتمنى إن شاء الله أننا في الطبعات القادمة أننا نشوف مؤسسات جديدة مصدرة حتى نساهم جميعا في ترقية وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات التتويج يعد ترجمة لالتزام الدولة بتقديم كل تحفيزات الإدارية واللوجستية للمتعاملين الاقتصاديين من أجل بلوغ عائدات تقدر بأربعة ملايير دولار مع نهاية 2021 كما لا يفوتني التذكير بالتوجيهات والتعليمات الواضحة التي أسديت من طرف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية خلال انعقاد الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي يوم 18 أول 2020 والتي حملت دلائل قوية للتغيير والبات بعجلة تصدير لرفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى أربعة ملايير دولار نهاية سنة 2021 وهذا سنحققه بتضافر جهود كل القطاعات لتدليل كل عواقب التي تعيق عملية التصدير إقرار منطقة تجارة الحرة الإفريقية من شأنه أن يرفع سقف طموح المؤسسة الجزائرية لولوج أسواق خارجية أخرى وتحقيق أرقام أكبر في الطبعات القادمة إلى منفي التشريعيات الآن حيث تدرك الحملة والانتخابية اليوم أسبوعها الثالث والأخيرة وسط برنامج مكثف لتجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية بهدف استمالة الناخبين وتحسيسهم بضرورة المشاركة في الموعد الديمقراطية لضمان التمثيل القوي والنوعي في الغرفة السفلة للبرلمان موعد الثاني عشر رجوان يشغل مختلف الفئات والشرائح في المجتمع ومنهم مستثمر من ولاية غيليزان الذي يتطلع للموعد بشغف التفاصيل مع ملكة خليفة هذه الأراضي الفلاحية لم تصبح كذا بين ليلة وضحها بل هي جهد سن من العمل والعطاء بذله الوالد وهم الأبناء الثلاث يكملون مسيرة والدهم في خدمة الأرض في انسجام عائلي وثيق وارتباط عاطفي مع الأرض أنا دخلتهم في الفلاحة دخلتهم في الفلاحة نحار لي كنت شوية غاضب روحي كنت ننقف مع الفلاحة وننقابل خدام ونقول لش بسعن هار اللي كبرت سطم هوم هم اللي رموا وقفين معاي رغم تعذر اللقاء مع الإخوة الثلاث إلا أن الأخضر أبا إلا أن يفتح قلبه ويروي لنا شر تعلقه وإخوته بالأرض جانا صعيف في الديبي ومن بعد ولينا نبهوه نتخذ موقع ضطيعنا مثل البطاطا نتخذ الخمح عدنا أشجار مطميرة مثل الزيتون عدنا الحمضية والدولة قدمتكم الدعم الحمد لله استافرنا بالدعم من الدولة وعطتنا كيميرا جوتا وعطتنا مواترة وعطتنا آلة حاسات وبعيدا عن حقل الفلاحة حقل السياسة جزء مهم في حياة الشاب فهو مهتم كغيره من الشباب بالانتخابات التشريعية وهذه رسالته إلى الشباب عامة والفلاحين خاصة تابعنا قاع الشباب يكون النهار 12 جوانا في مكاتب الانتخاب باش يكونوا لجاني مثلوا هذا البلاد ويحبوها وباش يبدأت تستقر ونطلبهم اللي جاني يكونوا يمثلوا الفلاحة في الوزارة ويكونوا باش الفلاحة مليحة مدابينها قعلاجون نستقدم الفلاحة وتخدمها هكذا يراقب الأب ما جنته يده في أرض يخدمها هو وأبنائه وكله فخر واحتزاز بهم كونهم اختاروا عن قناعة مساعدته في هذه المهنة التي هي حاضرهم ومستقبلهم في وطن اسمه الجزائر انتخابات يتطلع من خلالها المواطنون إلى تغيير نحو الأفضل أنا بصفتي كمواطن جزائري نتمنى من الناس هذين من يترشحوا يكونوا في المستوى وجزائر أمانة غالية وكما سبق وشوفنا شوفنا الليزاني اللي فاتوا عشنا كما يعرف إن شاء الجزائر يعيشنا للمرء ونتمنى إن شاء الله من الناس هدمة لتترشحوا يقودوها إلى بر الأمان والجزائر كما نعرف مستهدفة إن شاء الله يكونوا من الناس هدمة يكونوا في أكمل يكونوا في أحسن صورة لنا والجزائر دي غالية دركوا مدى بينا نحن نروحوا نعاونوا نروحوا كل من الشباب جميع الأعمار تروح على أقل درنا البال الأول اخترنا الرئيس بهي نجم يبدل لنا الجزائر جديدة دركوا الدوزيام على أقل نزيدوا نحطوا البال دوزيام تل برلمانيا حاجة لولي لزم يكون متقف متعلم عنده مستوى تعليمي جيد بهي نجم كيحطوا قانون يكون ضارسة وبعد ففي مخو اسكو يفيدنا ولا ما يفيدناش علينا عيون بزياف نحن مودة بينا نقعدوا يد وحدة نقفوا مع بعض كيما نقول كيما خلاوها شو هذا السنة يعاونونا يعاونونا شو معتال الفلاحة هذي ويصلحوا البلاد بركوا نحن نتمنى والخير كل جزائر تمنى والخير وخلح ولو يطلعوا رب إن شاء الله لا يستمتوش للناس اللي يحبوا تخصموا البلاد والله يديروا النبي ما أبقى باقي لها بشاوية لكل نحب رب إن شاء الله هنا أمة واحدة وكلها نضر من أجل الجزائر موحدة إلى الوضع إلى الوضعية 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 الوبائية بالبلاد حيث سجلت 3222 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فيما تمثل لشفاء 224 مريضا حسب ما كشفت عنه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في بيان لها أعلن نظام كوفاكس لتوزيع لقاحات كوفيد 19 عن تخصيص 2.4 مليار دولار إضافية لضمان توزيع عادل على البلدان الفقيرة لما يقارب 1.8 مليار جرعة يحدث هذا في وقت تستضيف فيه بريطانيا اليوم قمة وزراء الصحة لمجموعة السبع قصد تكثيف الجهود لتوسيع وصول اللقاحات إلى جميع أنحاء العالم من جهة أخرى ذكرت منظمة العمل الدولية أن الجائحة ومنذ حوالي 17 شهرا تسببت في إفقار نحو 100 مليون عامل عبر العالم نتيجة نقص فرص التوظيف والخفاض ساعات العمل أخيرا أخيرا في الرياضة وتحسب للقاءات الرسمية القادمة يخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سهرة اليوم ابتداء من الساعة الثامنة وخمس واربعين دقيقة يقوض لقاء وديا ضد المنتخب الموريتاني وذلك بملعب مصطفى شاكر بالبوليدا هذا وقد أكد الناخب الوطني جمال بالماضية بأن اللقاءات الويدية التي سيلعبها المنتخب الوطني خلال شهر جوان الجارية لد كل من موريتانيا ومنتخبي مالي وتونس اختيرت بعناية كبيرة وستمكن الطاقم الفني من معالجة النقائس قبل خوض غمار تصفيات مونديال قطر 2022 فحظ موفق لمنتخبنا الوطنية وبأخبار رياض نختم هذه النشرة قد منها لكم من الإخبارية الجزارية نشكو لكم طيب المتابعة يوم الموفق دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة